بلقاء يحلو إياكم فينا من نور سناياكم وعلى درب الخير يتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الأحساس تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلاغ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين جراثيم هذه الكلمة المنفرة المقززة الجراثيم التي يتحاشاها الناس ويأخذون المضادات الحيوية ويحتاطون وقاية من أذاها ومن تأثيراتها السلبية على الصحة والإنسان ليس فينا واحد إلا والجراثيم تخترمه وموجودة هي في الحياة وعلى هالطاولة على الإيد والجسم وكل شيء ولذلك مصطفى محمود رحمة الله عليه العالم المصري القديم كانت له حلقة مبدعة بعنوان عالم الخفاء مرتبطة بعظمة الله سبحانه وتعالى في تصميم إنسان مع كائنات أخرى ودرجة المعرفة من عدم المعرفة الظاهرة والباطنة اليوم لقاءنا سيكون مع الدكتور عبد الحميد القضاء بالأردني لقضاء عبد الحميد القضاء الدكتور عبد الحميد القضاء اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال له خمس شهادات علمية طبية تخصصية هو أستاذ سابق في الجامعة الأردنية مختص في الجراثيم الطبية آخر شهاداته هي رسالة الدكتورة علم تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال من جامعة مانشستر 1982 واشتغل الدكتور جزاه الله خير مدير تنفيذي لمشروع وقاية الشباب من الأمراض المنقولة جنسيا والإيدز ولذلك جولاته العالمية وبحوثه المبسطة وتوعياته أكثر من أن تذكر جزاه الله خير في هذا العطاء زرناه في عمان والتقيناه في حوارين الحوار الأول بعنوان إشارات قرآنية معجزة في علم الجراثيم وقبل أن ندلف إلى مو ندلف ندلف وأن ندخل إلى ضيفنا وننقل الحوار هذه مجموعة كتب الدكتور الأمراض الجنسية عقوبة إلهية نيران الإيدز تحرق شباب العالم فمن المسؤول قوم لوط في ثوبهم الجديد ويذكر فيه علاقة الإلحاد بالفاحشة وغيرها الميثاق الأخلاقي للعاملين في التثقيف الجنسي عجائب الميكروبات هذه أردنا أن نعمل فيها حلقة بس ما سمحنا الوقت رائعة عند مجموعة رسائل أربع قصص وحوارات تثقيفية للأطفال للعالم الموبوء اليوم لبيب ولبيبة والأسرة السعيدة أربعة زاء مفاهيم جنسية للأطفال جون والإيدز كتب كثيرة للدكتور ومنها أخيرا محطات وعبر سيرته الذاتية وثقافته الخاصة وتأملاته الحياتية ذهبنا له في عمان فكان هذا اللقاء الهادئ البسيط الماتع المفيد لكل الناس أي أن كانوا تعالوا وإحنا في حلقة طبية إيمانية فلنستفد وليستفد الجميع معنا دكتور يعني العنوان إشارات قرآنية معجزة في علم الجراثيم موضوع يعني جديد وطريف وأكيد لعنوانه هدف ومحتوى لبي نسمع منك نعم هذه دكتور دراسة للقرآن الكريم على خلفية تخصصي وتخصصي في علم الجراثيم قرأت القرآن كثيرا وفي يوم الأيام خطر ببالي بعد أن قرأت حديث للرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الترمذي وهو طويل يقول في آخره عن القرآن الكريم لا تنقضي عجائب ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تفنى عبره وبالتالي عندما قرأته على خلفية تخصصي دهشت بعد أربعين عام من عملي في علم الجراثيم أن هناك آيات تتحدث عن بعض الجراثيم ولذلك من هنا بعد أن نهيت هذه الدراسة بدأت أدعو كل مختص أن يقرأ القرآن الكريم أيضا غير قراءة التعبد وهو طبعا كتاب تعبد كتاب فيه كل شيء فيه يعني دستور الحياة ولكنه ليس كتاب طب فقط ولا علم ولكن فيه كل شيء بدأت أطلب من كل مختص أن يقرأ على خلفية تخصصه لأنه سيستنتج دون غيره بحكم تخصصي ويفهم آيات بطريقة ومن جوانب لا يفهمها غيره ربما يفهمها واحد من ناحية أدبية من ناحية إدارية من ناحية لكن لا يفهمها حسب تخصصي علم الجراثيم لا يمكن أن نفهم إحنا أصحاب الثقافة العامة غير تخصصي إلا بأمثل أي دكتور صحيح فممكن الشرح أول آية يعني ركست عليها قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم الآن ما نبصره نحن كلنا نعرفه وما لا نبصره من مفهوم لعلم الجراثيم من ضمن الذي لا نبصره هي الجراثيم والجراثيم هي مخلوقات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة وأقول لك موجودة في كل مكان وبأعداد هائلة لا يعلمها إلا الذي خلقها ومن فضل الله علينا أننا لا نراها حني حكمة نعم لصغر حجمها ومحدودية إبصارنا ولو رأيناها لمتنا من الخوف والهم لأنها من كثرتها موجودة على أيدينا وعلى وجوهنا وعلى جلودنا وفي الهواء وعلى الطاولة وفي حتى الماء الذي نشرب لكن الموجود في الماء الذي نشرب غير ضار لنا إلا إذا كان ملوثاً فلذلك هذه الجراثيم من فضل الله علينا أننا لا نراها وهي موجودة في كل مكان وحتى يفهم المستمع أو المشاهد حجم هذه الجراثيم تصور جسم الإنسان كما حسب العلماء يتكون من مئة تريليون خلية والتريليون هو واحد أمام 12 صفر الخلية الواحدة لا نراها بالعين المجردة حجمها قطرها قطر الخلية من عندنا يساوي 15 جزء من مليون جزء من المتر اسمه مايكرون والآن هذه الخلية التي لا نراها من أجسامنا بالعين المجرد نستطيع أن نضع كما تظهر هذه الصورة هذه مثلاً قطر خلية من خلايا جسم الإنسان هذه الصفراء خلية بكتيرية هذه صغيرة جداً بالنسبة لخلية جسم الإنسان والأصغر منها الفيروس هذا الصغير وبالتالي إذا قيست هذه بـ 15 أو 20 جزء من المليون البكتيرية تقاس بجزء من المليون من المتر اسمه مايكرون والفيروس يقاس بجزء من المايكرون يعني اسمه أنجسترون بالطريقة العلمية ولذلك هذه المخلوقات الصغيرة كلها الخلية البشري لا نراها والخلية البكتيرية لا نراها والفيروس لا نراها الأصغر منها ولو قدر لنا أن نكبر الجراثوم الصغيرة مليون مرة التي طولها جزء من المليون أصبحت متر لو كبرناها مليون مرة لو كبرناها بهذه الطريقة لأصبح طول حبة القمح خمسة كيلومتر إذا استطعنا أن نكبر الصغيرة حتى تصبح مليون وكبرنا حبة القمح بنفس النسبة تصبح طولها خمسة كيلومتر وهذه الجراثيم لصغر حجمها كما قلت لكم لا ترى بالعين مجرد لذلك نستعمل لها المجهر ونراها هكذا هذه صورة جراثيم مكبرة أكثر من ألفين مرة الآن نراها هكذا هذه تمشي على أجسامنا موجودة في الهواء وعلى الطاولة وفي الماء وفي كل مكان بأشكال مختلفة وهي كالبشر تنتهرب من أعدائها تسعى على رزقها تتحرك تأكل تشرب وهكذا أمم أمثالكم وأمر عجيب وهي أشكال لاحظ هذه مثلا طويلة وهذه قصيرة وهذه دائرية هذه الجراثيم موجودة في كل مكان والأهم أن هذه الجراثيم لا تقف لحظة دون أن تتكاثر كل عشرين دقيقة المليون يصبح اثنين مليون بطريقة عجيبة هذه تكاثرها نعم مدام هناك طعام وشراب كما تظهر في هذه الصورة لاحظ ثمانية ستعش ثنين وثلاثين أربعة وستين وهكذا إذا تكلمنا عن مليارات عشرين دقيقة مدام هناك طعام ودرجة حرارة مناسبة اثنين مليار أربعة مليار ثماني مليار وهكذا لاحظ هذه مثلا جرثومة من الجراثيم التي أيضا شريعة التكاثر بعض الجراثيم كل تسع دقيقة المليون يصبح اثنين مليون وأمرها عجيب ولذلك من فضل الله علينا أننا لا نراها ولو قدر لنا أن نرى كل شيء لمتنا ربما من الخوف أكيد والآن يعني لو استطعنا أن نرى هذه الصورة وركزنا عليها لاحظ هنا هذه الصورة ماذا نرى منها نرى منها بعيننا المجردة إبرة إبرة لا شيء عليها لو كبرناها عشر مرات تصبح عليها شعرة نرى عليها شعرة صحيح لو كبرناها مئة مرة تظهر هذه النقطة غير المميزة تظهر بشكل كبير الشعرة يعني هكذا وهذه القرادة الصغيرة التي تعيش على المكيت هذا نسميه القرادة القرادة الصغيرة تعيش على المكيت وتسبب أمراض للنساء والأطفال حساسية في التنفس ويظهر عندنا هنا شيء لا نستطيع أن نميزه إلا إذا كبرنا ألف مرة إذا كبرنا ألف مرة هكذا يظهر هذا الأخضر عبارة عن الذي يظهر من أشجار في الربيع ويطير في الهواء أيضا يسبب حساسية لبعض الناس وهذا الأحمر كريات دم الحمراء والأزرق هنا كريات دم البيضاء والبرتقالي هنا خميرة العجين وبينهما جزء بسيط لا نستطيع أن نتميزه ولن نستطيع إلا إذا كبرناه مئة ألف مرة إذا كبرناه هذه جرثومة هذا الأخضر الأخضر جرثومة موجودة عندنا كلنا ربما أنا أحمل في أمعائي منها عشرات المليارات كبشر كبشر موجودة في أمعائنا ثم يظهرنا الجراثيم الصفراء وهي موجودة على جلودنا وجلد الإنسان كما يقول العلماء عليه ما بين عشرين إلى مئة مليار جرثومة النظيف منا عليه عشرين مليار جرثومة اليد المكشوفة هذه على السنتمتر المربع عليها حوالي مليون جرثومة ولا لو شفناها كان كنا مسوسين الحمد لله ولذلك لاحظ المسلم إذا توضأ وأكثر من الوضوء كل وضوء يزيل هذه الجراثيم أولا بأول كلما أكثرنا الوضوء كلما كسبنا أجر أكثر وكلما تنظفنا أكثر الآن لاحظ بينهما جرثومة لا نستطيع أن نتميزها إلا إذا كبرناها أيضا مئة ألف مرة وهذا هو فيروس أبولا الموجود في جنوب أفريقيا وظهر معه أمور صغيرة جدا ولا نستطيع أن نتميزها إلا إذا كبرناها مليون مرة وهذه هي الفيروسات التي تخرج عند العطاس منا عندما نعطس تخرج بالملايين ولذلك ربما تصل أحيانا إلى ستة أمتار وتعدل بعض وتنشر أحيانا الأمراض وهذه فيروسات الرشح وهكذا نستكمل الحديث في حوارنا مع اختصاص تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال الدكتور عبد الحميد القضاء رح يتكلم في هذه الفقرة عن قضية الزوجية في الكون لكن في الأخص في تخصصه في عالم الجرثوميات لأنه طرأ علينا معلومات أن هناك كائنات أولية ليس فيها زوجية ولا تناسل يضفي لنا هذه المعلومات الجميلة في هذا الحوار الدكتور عبد الحميد المثل الأول واضح جدا على قضية عالم الخفاء و معجزة الجراثيم المثل الثاني المثل الثاني منطلقا من قول الله تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين واضح معنا الآية لعلكم تذكرون الآن لو قرأنا سورة ياسيم في الآية 36 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض وفي آية أخرى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيز هذا من الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومما لا يعلمون لا نعرف إحنا البشر معلوماتنا قليلة وضعيفة وما أوتيت من العلم إلا قليلة الآن لو استعرضنا هذه الآية والموجود في الحياة لو وجدنا بين الحيوانات ذكر وأنثى بالطيور ذكر وأنثى بأشكالها المختلفة كلها ذكر وأنثى وبين البشر ومن أنفسهم صحيح لكن الآن الذي اكتشف حديثا هو أن المايكروبات التي لا نراها بالعين المجردة فيها ذكر وفيها أنثى لاحظ هذه الصورة بعد ما قرأنا هذه الآية الجراثيم بعضها له أصوات وشعيرات صغيرة مثل هذه الجراثيم أصوات تقصد ذيل يعني؟ أصوات تحرك فيها أحيانا تكون واحدة اثنين أربعة أحيانا لا تعد وأحيانا مثل هذه البكتيريا لا يوجد عليها لا أصوات ولا شعيرات ولاحظ هذه أكثر دقة هذه جرثومة الشعيرات هنا الخضراء هنا الطويل هذه أصوات تتحرك بها أيوة والشعيرات هذه الموجودة على جسمها المكتشف حديثا أن هذه الشعيرات وجد من بينها شعيرة كما ترى في الصورة هذه أيوة شعيرة طويلة جدا هذه الصورة التي عليها شعيرات هي الذكر وسميت أث بلسل خلية موجبة علميا ومن بين الشعيرات الصغيرة الموجودة عليها شعيرة طويلة هنا هذه الحمراء الممتدة هذه الشعيرة سميت شعيرة الجنس سيكس بايلس علميا تستطيع أن تنتصب وتتصل من هذا الأف بلس الذي هو الذكر بالأنثى التي لا شعيرات عليها ولا تدخل من أي مكان تبحث عن مستقبل مكان معين تدخل منه وعندما قطعت هذه الشعيرة ووضعت تحت المجهر الإلكتروني وجد أنها مفرغة مثل أنبوب الماء مفرغة ويمشي فيها المادة الوراثية من الذكر حتى تصل إلى الأنثى لكن هذه المادة الوراثية لا تعني أن الأنثى ستحمل وستتلد لا الأجراثيم تنقسم بواسطة انقسامات معينة وحيدة الخلية معروفة لكنها تنقل صفات وراثية من الذكر إلى الأنثى مثل مثلا مقاومة المضادات الحيوية مثل مقاومة بعض الأمور تنتقل من هنا إلى هنا لكن علميا الآن ثبت أن هذا ذكر سمي أف بلس وهذه أف ماينس يعني أف سالب وهي أنثى وما بينهما شعيرة الجنس لأن من الذي قرأناه وسمعناه أن الخلية الأولية والأميبة لا ذكورة ولا أنثى بالانقسام تكاثرها نعم بالانقسام بالانقسام لكن هذا لا يعني لا يوجد فيها ذكر ولا أنثى من الحوض ببعض شركك هو عملية التكاثر ليست كالبشر والحيوانات المتقدمة ذكر وأنثى ليصبح حمل ثم تكاثر تكاثرها بطريقة أخرى لكن هذا لا ينفي عنها وجود أنه شيء اسم ذكر وشيء اسم أنثى الزوجية نعم كل الخلايا وحيدة الخلية الأميبة والبكتيريا وغيرها وما بينهم من المخلوقات يوجد في مايكروبات اسمها ركيتسيا وكلاميديا ومخلوقات أخرى لا يعلمها يعني يعرفها إلا أصحاب الاختصاص لاحظ هذه صورة أخرى هذا ذكر عليها الشعيرات وهذه شعيرة الجنس وهذه أنثى تنقل لها هذا حدث وحصل وهذه صور موجودة تحت المجهر الإلكتروني ولا نقاش فيها نعم هذه مثلا تثبت قول الله تبارك وتعالى وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لو المسلمين يبحثوا وبقوا يبحثوا لكانوا هم أسبق الناس إلى اكتشاف مثل هذه الأمور هذا مثال ثاني هناك مثال آخر عطنا دكتور الناس كلما تنوعت الأمثلة ازدادوا وضوحا نعم الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَةِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الأرض تأكل من سأته هذه في سورة سبا تتكلم عن سيدنا سليمان دابة الأرض تأكل من سأته لا نحن نتكلم عن باقي الآية ولكن نتذكر هذه ونتذكر أيضا صحيفة المقاطعة عندما علقت في الكعبة وقوطع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه جاء المطعم بن عدي بعد ثلاثة أعوام ليمزق هذه الصحيفة فوجد أن الصحيفة قد أكلت جميعها إلا باسمك اللهم فقط لا غير إذن هذه الدابة التي أكلتها في وراءها سر ما هو هذا السر هو الذي سنتكلم عنه في هذه العجالة لكن قبلها الله تبارك تعالى يقول وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون خلق الإنسان العجيب معاه وما يبث من دابة باللغة العربية بثة معناها نشر ووزع وكثر وهذه أكثر ما تنطبق على المايكروبات الصغيرة التي تنتثر كالرماد مع هبوب الريح القوي وهي موجودة بمليارات لمليارات لا يعلمها إلا الذي خلقها وأيضا قبل الله تبارك وتعالى في سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة الآن لاحظ فيهما على من تعود تعود على السماوات والأرض نحن نعلم دواب الأرض والدابة تعريفها كل شيء يمشي الهوين على الأرض صغر أم كبر مميز أو غير مميز فإذا عرفنا دواب الأرض من النملة الصغيرة والبكتيريا الصغيرة إلى الفيل الكبير فما هي دواب السماء بعض الناس قالوا الملائكة لكن لا الله تبارك وتعالى يقول في القرآن الكريم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إذا الملائكة مش هم المقصودين وأنتم تعلمون الحقيقة والمستمع والمشاهد يعلم بعض دواب السماء لكنه ينسى الدابة التي ركبها الرسول الله سلم في الإسراء والمعراج الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره العلامة الشامي الكبير يتكلم عن الكائنات حتى العاقلة احتمالية دواب السماء أنا أتكلم الآن عن دواب السماء فأنا أقول عن المسلمون فتحوا الباب بالبحث لكن الآن أين هي الدابة التي ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحد يعلم هناك دواب أخرى بمصداقة لقول الله تبارك وتعالى ومن الجراثيم ما يمشي أيضا على بطنه مثل الحية والله خلق كل دابة فمنهم ما يمشي على بطنه هذه جرثومة تحت المجهر تمشي على بطنها كالحية إذن الجراثيم هي من دواب الأرض ومنها من له صوت ومن له له أكثر من صوت أربع وخمسة ومنها لا نستطيع أن نعرف عدده إذن قول الله تبارك وتعالى إلا دابة الأرض تأكل من ساتها العلماء لما فسروا هذه الآية في السابق قالوا الأرضة لكن العلم الآن أثبت أن الأرضة صحيح لكن معها شيء آخر الآن لو نظرنا إلى هذه الأرضة مخلوق يعيش داخل الخشب وهذا يعني نشوفه نراه وهو مثل النمل الصغير لاحظ هذه خشبة تسكونها الأرضة بملايين الآن عندما أخذوا الأرضة وفحصوها تحت المجهر الأرضة عبارة عن مخلوق صغير له بطن كبير وفكين صغيرين على رأس وظيفة الفكين قضم الخشب وابتلاعه العجيب أنهم وجدوا أن الأرضة لا تستطيع أن تهضم السليولوج التي هي مادة الخشب إذن على ماذا تتغذى؟ فاحتار العلماء السليولوج هو عبارة عن مادة سكرية معقدة لا تستطيع مثل الإنسان لا يستطيع هضم السليولوج فوجدوا الآن أن الأرضة في بطنها مايكروبات وجراثيم وفطريات وظيفتها أن تفرز مواد على السليولوج الذي يبتلع داخل بطن الأرضة فتحللها إلى سكر وهذا السكر تحوله إلى طاقة تعطي جزء منه للأرضة وجزء منه إلى الجراثيم تعيش عليها فتتكاثر هذه الأرضة فتقوم بواجبها على أتم وجه الله يتزك هيريا دكتور نعم الوقت تدركنا في هذا الفاصل الجميل لأن كلامك جميل وجديد بعد الفاصل الشهر حاضر في هذه الفقرة نستكمل الحوار مع الدكتور عبد الحميد القضاء القضاء حول الأمراض الجرثومية ورح يتكلم لنا كون اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية والأمصال عن الجهاز المناعة و المناطق الحساسة في الجسم و اختراق الجراثيم رح يتكلم لنا عن التعذيب و الاعتقالات و الزنازيل الانفرادية اللي مناع الجسم تسويها ضد الجراثيم عالم عجيب و الأعجب من تعمى عينه فلا يؤمن بالله سبحانه وتعالى بعد التأمل في هذه الكائنات فإلى هذه الفقرة دكتور المثال الأخير و هو ما حضرته لنا عن الآية في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية و هي خاوية على عروشها و علاقتها في علم الجراثيم و عالم الخفاء أحسنت سزاك الله خير هذه الآية التي يقول فيها الله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية و هي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم كما يقول بعض المفسرين أخذ ربنا روحه في الصباح والشمس طالعة ثم أعاد ليها عصرا والشمس بعدها طالعة فظن أنه أخذته يعني سويعات من النوم قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام لاحظ الآن مئة عام الآن الله تبارك وتعالى يقول له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه هذه الآن الحالة الأولى التي لها علاقة في علم الجراثيم طعامك وشرابك أهل التفسير يقولون أن الطعام كان معه تين سلت تين وسلت عنب وبعض العصير أو بعضهم يقول بعض الماء الآن لاحظ إذا وضعنا أي طعام لأيام معدودة خارج الثلاجة مثل هذه حبة البرتقال الجراثيم موجودة كما ذكرت في الهواء وفي كل مكان هذه الفطريات تأكل عليها وتتلفها فإنها تتسنه تتحلل وتتغير وهكذا انظر إلى هذا أيضا يتحلل نرى بحياتنا يوميا يوميا حتى لو وضعت هذا بقايا الطعام في الثلاجة ورحت للحج مثلا ونسيت بقايا خبز في الثلاجة الجراثيم عندها مقدرة أن تطور نفسها وتعيش حتى في البرودة وتظهر نوع من الماكنات الداخلية التي لا تستعمل في الأحوال العادية إلا إذا اضطرت لها في هذه اللحظة فتخرج وتتلف حتى الطعام داخل الثلاجة نحن نشوف حتى التفاحل يغلف بشمع نفتحها نجوف تحت هكذا هذا الجراثيم لاحظ هذه بقايا خبز إذن الطعام إذا وضع إلى عدة أيام أو شهر زمان في الهواء خارج الثلاجة هنا قتلف يتحلل الآية كيف؟ الآية الآن فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتحلل ولم يتغير لونه ولم تتغير رطوبته ولم إلى آخره إطلاقا وما دمن أن هناك بديهية أن الجراثيم موجودة في كل مكان وفي الهواء بكثرة وأكثر مستودع لها في التراب إذن لابد أن هذا الطعام وشراب عليه جراثيم لماذا لم تحلل هذه الجراثيم هذا الطعام؟ مئة عام ليس مئة يوم ولا مئة ساعة لم تحلله هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه لم يتحلل ولم يتغير ونحن كما ذكرنا موجود في الهواء الطلق العادي الآن لو وضعنا قطعة لحم ربما لا يمر عليها أسبوع أو أي مادة طعامية فيها مواد عضوية لا تمر أسبوع إلا تتحلل الجراثيم جاهز راضح الأمر الآخر الآن وانظر إلى الآية الأخرى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس لأن هذا الرجل الفاضل كان معه حمار نظر فلم يجد حماره وانظر إلى العظامي الآن معناة الحمار تحلل تحلل لاحظ في الآية الأولى فانظر إلى طعامك وشرابك الله منع الجراثيم والتي هي جندي من جنود الله تبارك وتعالى أن تحلل هذا الطعام لكن الحمار في بطنه جراثيم كأي مخلوق آخر الجراثيم موجود في بطنه حللت والجراثيم موجود في الهواء حللت وأصبح عظاما ماشي وبالتالي الله تبارك وتعالى قال وانظر إلى العظامي كيف ننشيزها ثم لاحظ هنا ثم نكسوها لحمة نكسوها لحمة وبالتالي هذه الآية وانظر إلى العظامي كيف ننشيزها ثم نكسوها لحمة الآن الله تبارك وتعالى هنا أعطى الجراثيم في بطن حمار خلها تتصرف حسب سنة الله في الكون ومنع الجراثيم أن تحلل طعام وشراب وبالتالي الله لأنه خالق كل شيء وقادر أن يأمر ويسحب هذه الصلاحية من الجراثيم سحبها في المرة الأولى حتى يرينا كم هي قدرته على كل المخلوقات وأيضا ترك هذه الجراثيم في بطن الحمار أن تحلله حسب سنة الله في الكون بالضبط هذا الرجل عندما رأى هذا المنظر العظام تقف تمتلئ لحم يبعث الروح في هذا الحمار هذا الرجل مع أنه رجل صالح كما يقول أهل التفسير فلما تبين له لما رأى هذا المنظر قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ونحن الحقيقة أصحاب الاختصاص إذا أبحر كل منا في اختصاصه وقرأ آيات الله تبارك وتعالى في هذا الكون المنظور ومن خلال الكتاب المصطور إذا لم يؤمن أنا أعتقد أنه سيؤتى ضعفين من العذاب والله تبارك وتعالى ربما طمس على قلوب الكثيرين وعلى أبصارهم حتى قال عن أهل الكفر من أهل قريش وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وأنا أجد أنه عندنا بعض الناس هكذا لو رأوا الآية أمامهم كما طلبوها خلاص لا يؤمنوا والله يا دكتور كان ودي أن الوقت يمتد فينا أكثر لكن انتهى على هذا الإثراء الجميل وأنت ذكرتني في هؤلاء الأطباء والمختصون اللي لا يؤمنون بكلام زميلنا دكتور صبر الدمرداش يقول دول الواحد منهم العقوبة عقبتين عندما تتجلى له صحيح الحقيقة كل الشكر للدكتور عبد الحميد القضاء على هذه الإفاضة والنصح والتبسيط والتعليم والتفهيم والآن مع فقرة كتاب وشعر كتاب اليوم بعنوان العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص تأليف الدكتور أحمد الطعان هذا الكتاب هذا الكتاب رسالة دكتورة جادة وبخمة تقع فيه قرب 900 صفحة الذي ناقش الرسالة في القاهرة علمان كل في بابه الأول من رؤوس العلمانية والثاني من رموز الفكر الإسلامي الأول الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة والثاني المفكر الدكتور محمد عمارة الكتاب طبع دارة بن حزم في الرياض هذا الكتاب الحاشد المكثف الذي بذل فيه المؤلف جهدا لدرجة زيارة من ناقش فكرهم ممن يخالفهم في المشرق والمغرب ماذا يناقش الكتاب؟ يناقش الأطروحات للعلمانيين العرب في المشرق العربي والمغرب العربي ممن تناولوا القرآن وأرادوا هدم الإسلام من داخله أي من تناول النص القرآني ليثبتوا أن القرآن الكريم ما هو إلا منتج من الواقع أي واقع؟ الواقع العربي أي عربي؟ العربي الذي كان قبل 14 قرناً بمعنى يدرسونها دراسة لسانية دراسة تاريخية دراسة هرمونوطيقية كما يسمونها دراسة أركولوجية دراسة كل المذاهب الغربية بأدواتها يأتون بها ويخضعون النص القرآني لها وهم بهذا كما يقول المؤلف لم يخرجوا عن دائرة الاستشراق فهم يعيدون ويكررون ما أكل عليه الدهر وشربة وتمضمضة واستنشق من شبهات جولد زيهر نولدكة منتو قمريوات بلاشير كبار المستشرقين الغربيين الذين درسوا القرآن من أجل نقده وهم يأتون من التراث الإسلامي بنتف هنا ونتف هناك ولكن البتر الفهم الخاطئ أخذ الشاذ تغييب العام إلى آخر المنهجية الخاطئة التي بدلوا فيها العلمانيون العرب جهدا بارزا وناقش الرجل بالصفحة والإحالة باستفاضة كافية ومن المصيبة أنه يذكر لكستراتيجيات بعضهم بعض هؤلاء العلمان أنهم يريدون الشهرة والمكسب من خلال التسويق أن كتابنا ضد الإسلام فتكون عليه معركة صحفية في الشارع وتكون عليه معركة قانونية ويفرح كما يقول حسين أحمد أمين بأن يتهم بالتكفير بعضهم كأحسن وسيلة لتسويق الكتاب لا لأنه حقيقة ولكن للأسف في هدم معاول للأمة فناقش المؤلف الطيب التزيني نصر حامد أبو زيد السيد القمني جورج طرابيشي حسن حنفي الصادق النهوم عبد المجيد الشرفي محمد شحرور رشيد خيون فتح القاسمي رمضان بن رمضان طه حسين من المتقدمين أيضا ناخش كل هؤلاء وبين كيف التعمد في إخفاء الحقيقة ثم بين كيفية البساطة في عدم الفهم والتلاعب بمنهجية العلم التي يستندون إليها ويدعون إليها بالعلم ذاته يعني سواء كان طرح طرح بنيوي أو طرح لساني أو طرح ماركسي إضافة إلى ذلك أخضعوا القرآن الكريم إلى عقائدهم الباطلة العلمانيون والقرآن الكريم طوبى لمن جعل المحبة جدولا وسقى أحبته فطاب وطابوا مرة ثانية البيت طوبى لمن جعل المحبة جدولا وسقى أحبته فطاب وطابوا هذا البيت ذكرني ببيتين آخرين ونذكر من قائل كل بيت هذا البيت في المحبة ذكرني ببيتين في الرحمة الأول فإذا رحمته فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء البيت الأخير يقول ولم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس وأطفاله البيت الأول في المحبة للشاعر والأديب السعودي الموسوعي المعروف عبد العزيز الرفاعي الذي كان عضو مجمع اللغة العربية بالمراسلة وكلفه الدكتور مدكور برئاسة بعض الجلسات هذا الرجل عرف عنه بحب الناس وكان حبه يفيض على الناس عمليا فأرهق بحسن ظن الناس به وهو يستحق فكانت حياته عطاء في عطاء ومن شطر أبياته وأوزع نفسي في نفوس كثيرة لما قرأت سيرة شعرة في كتاب وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره وإذا به يأتي بترجمته في سيرته على ذكر أستاذنا في الأدب الجاهلي في جامعة الكويت المصري المعروف الدكتور عبد الرحمن بدوي أحد جلاس وتلاميث محمود شاكر رحمة الله أهله شفتوا البيت الشحلوة طوبى لمن جعل المحبة جدولا يا سلام بمعنى أن المحبة دائمة أن المحبة فيض سار لا يتوقف ولكن بعض الجداول والمياه الجميلة تسقي البعيد ولا تسقي القريب لكن وضح بأنه سقى أحبته ماذا كانت النتيجة فطاب وطابوا لأن يا جماعة الإحسان إلى الآخرين لمحبة لا بترفع لا بإظهار التفضل والمنة هو حقيقة العلاقة الإنسانية وهذه الوشيجة الرحمية التي بيننا الرحمية المعنوية التي بيننا نحن كبشر جميل طوبى لمن جعل المحبة جدولا وسقى أحبته فطاب وطابوا هذا البيت ذكرني ببيت الرافعي في أمر الخطاب في الرحمة عندما وصف أمر الخطاب وديوان الرافعي طبعا متأخرا ماذا يقول البيت هذا؟ ولم يكن أحد يلهيه عن أحد كأنه والد والناس وأطفاله روح الوالدية في الحب والمسؤولية على الآخرين اثنين ذكرنا بالحبيب الأعظم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم في البيت الذي ذكره أحمد شوقي في همزيته النبوية عندما قال وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء عندما يجتمع الحب والرحمة في قلب إنسان سيفيد ذلك على المجتمع لا يموت الحب في حياتنا لكي نحيا حقيقة في رحمة الوحب شكرا الله لكم السلام عليكم بلقاء يحلو إياكم فينا من نور سناياكم وعلى درب الخير يتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحساس تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسماء وزهور الأمل نفرناها كنطويا حزان الأمة بلقاء يحلو وياكم فينا من نور سناياكم